لما كنت صغير كانت أخنات أبي وأمي تخبفني كتير كنت أهرب وتخبه وراء الفرشات وراء الباب وراء أي شيء وقعد أبكي لحالي من دوم ما حد ينتبه لي بعدين لما كبرت ونزلت ع الشام صرت ذكرها ضيعة كتير صرت ما أجي لألا بالإجازات مش هنزور أبي وأمي وأعطيه النصرات بي واخناتهم معادي تخبفتني أبدا بالعكس صرت تضحكني بس شوي شوي صرت نظرتي لأبي سريبيا كتير صرت أسأل حالي كيف ممكن الرجال يعيش كل هالعمر بداعة صغيرة مثل هاي ما يخادر أبدا إذا مو من باب الطموح فحل أقل من باب الفضول وما كان في عندي إلا جواب واحد هو الخوف وصار رأيي أنه أبي رجل الجبان ولما كبر الله يرحمه بلشت زحته تتعب عشزت فيه إنه يقتنع معي يطلع يتعالج برا ألمانيا بريطانيا لبنان لكن حتى عشان مرضي ينزل كان إلي يا ابني اللي يرضى اللي يكترقني بالضيعة والله إذا طلعتني برات الضيعة لأموت معك على الطريق فما قدرت أعمل شيء ما كان قدام يقد أخطاع لمشيته وصلت جبله الدكاترة اللي عنده بس بعدين صحته الدهورة كتير وقالوا لي الدكاترة إنه صابح حماسي فأجيت مشان فورا كنت عرفان إنه هي زيارة الوضع دخلت لعنده على الغرفة اللي ايتنايم قالوا لي إنه عم يغيب عن الوعي ولما عمسها أول شي عم يسأله حدا أخدني من الغرفة الغريب إنه هي الغرفة اللي نولد فيها أراد إنه يموت فيها موسيقى